ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقالت مصادر القناة إن والدت ضابطة الشرطة التي تبلغ من العمر 24 سنة ظلت تتصل بها هاتفيا لكن دون جدوى مما اضطرها إلى الذهاب إلى مصالح الأمن بمدينة سيديسليمان الذين ربطوا بدورهما الاتصال بمصالح الأمن الإقليمي في آسفي حيث انتقلت عناصر الضابطة القضائية لمنزلها بحي السعادة واكتشفت مصالح الأمن بآسفي أن ضابطة الشرطة المذكورة تعرضت لاستنشاق الغاز أو الأكسيد الكربون بعد أخذها لحمام في منزلها مما أدى إلى وفاتها وتحصد الأجهزة التي تستعمل في الحمام وتعمل بالغاز ألاف الأرواح سنويا ويوصف بالقاتل الصامت ومع فصل الشتاء لا بد أن ينتبه المواطنون إلى خطورة أو الأكسيد الكربون النتيج عن استخدام سخانات ودفايات الموت في المنازل